لازم نفهم إنه اليوم معركتنا قبل ما تكون معركة سياسية معركتنا اليوم بدرجة أولى معركة أخلاقية وهيدي المسئولية الأخلاقية قبل ما تكون مسئولية السلطة السياسية هي مسئولية شعبية نحنا قبلنا بمراحل كتير من تاريخنا ننحكم من قبل الغريب لأسباب سلطوية وشهوات شخصية نحنا رضينا بتعدد البوريد والميليشيات نحنا قبلنا يكون في فقير ومحتاج بلبنان حقوقه معدومة بيضطر ينحني لزعيم ولحزب تحتى يأمن معيشته بحد الأدنى نحنا قبلنا بالكسرات وبالمكبات العشوائية وبالنفاية على الطرقات وبالموترات وبتصحر الغيبات نحنا قبلنا تنعدم المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية نحنا قبلنا بتفشي الفساد بكل مفاصل المجتمع والرشوة المادية والمعنوية نحنا اليوم رضينا تنسرق أموالنا وتتبخر وريعنا بيلي لازم يتسمى أكبر سرقة مصرفية بتاريخ العالم هيدا الأمور كلها نتيجة تحلل أخلاقي واستسلام للأمر الواقع إنما في ناس أخدت قرار لمواجهة من خلال مقاومة أخلاقية بوجه العقلية المافيوية والميليشيوية وهيدا صار بـ 17 تشرين الأول 2019 نعم مقاومة أخلاقية وهال مقاومة أخلاقية قبل ما يكون هدفها لبنان جديد هدفها لازم يكون مواطنة ومواطن لبنانية جديد هالمعركة ما لازم توقف وهالمعركة مش رح توقف ترجمة نانسي قنقر